بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغطل ونعذب الله من شرور نفسنا ونسيئة أعمالنا من يهديه الله وفلا مضل له ومن يضرر فأهادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول بدأنا ولله الحمد وعملنا في الدرس الماضي بدراسة كتاب منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين للإمام العالم المفسد عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وذكرنا أمور من يذكرها قبل الدراسة نعم لماذا ندرس الفقه في القديمة خدنا لماذا ندرس التوحيد ندرس الفقه لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين أخلاص ولهذا ندرس التوحيد ومتابع لهذا ندرس الفقه وذكرنا تعريف الفقه لغة الفهم وحلو العقدة من لسان يفقه قولي قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ولكن لا تفقهون تسبيحا أي لا تفهموا هذا في اللغة في الإصطلاح ما معنى الإصطلاح قلنا يجتمعوا لو عن فن ويجعلوا كلمة لها معنى عندهم فأحيانا يكون الكلمة واحدة معنى عند علماء اللغة ومعنى عند الفقهاء ومعنى عند العامة وحيانا تجتمع حقيقة اللغوية والعرفية والوضعي مثل أرض والشماء مثلا وحيانا تختلف مثل الفقه هنا فالفقه في الإصطلاح معرفة والمعرفة تكون إما باليقين مئة بالمئة أو بالقول الراجح وهو الظن أما الشك والوهم قول المرجوح والجهل البسيط والجهل المركب هذا ليس بعين ولا معرفة صحيح معرفة الأحكام الشرعية أي الأحكام التي جاءتنا من الشريعة خرج بهذا الأحكام العادية والأحكام الوضعية العملية خرج بهذا الاعتقاد مع أن الاعتقاد فقه أكبر فقه أكبر عند علماء العقيدة وليس في فقه هنا وهنا الفقه العملي بأدلة التفصيلية من يبحث في الأدلة التفصيلية الفقهاء ومن يبحث في الأدلة الإجمالية علماء الأصول والذلك في التعريف علم أصول الفقه تقول هو علم يبحث عن أدلة الفقه إجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا في أصول الفقه لا علاقة لنا به هنا نعم فتح الله عليك الفقه قلنا إذا أردنا نقسم الفقه سواء كان في هذا الكتاب أو في غير من الكتب نقسم الفقه إلى قسمه عبادات ومعاملات وقلنا يلحق بالمعاملات شيء سيأتينا من شاء الله تعالى العبادات أركان الإسلام شهادة لا إله من الله تدخل في الطهارة نعم والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ثم تنتقل إلى معاملات ومالحق بها من بيع وإجارة وراهم ومعاملات ونكاح وطلاق وحدوث وجنايات وقضاء وشهادات طيب هذا الفقه الحمد لله بماذا يبدأ العلماء علماء الفقه بأي كتاب نعم بكتاب الطهارة لماذا يبدأ العلماء بكتاب الطهارة أو ما هي الطريقة في ترتيب الكتب هل يرتب ترتيب عشوائي هكذا لا قلنا يرتب بحسب حاجة الطالب والقارئ عبادات عبادات ثم تبيع تشتري جاء المال نكاح صداق طلاق حدود جاء المال تزوج وطلق الآن بدأت المشاكل فأنت فأنت كن أحسن الآن مرتاح أطلب العلم وادع الله سبحانه وتعالى يعصمك من الفتن ما ظهر منه ومربط نعم ثم بعد هذا حدود وقضاء وبعد هذا تتوب نعم ولذلك يختم الفقهاء بما إما بالإقرار كما ختم المؤلف رحمه الله تعالى تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بالتوحيد إذن علماء العقيدة وعلماء الفقه وعلماء الحديث ذكرنا البخالي رحمه الله بدأ بمال بدأ الوحي كتاب الإيمان بدأ بالتوحيد وختم بكتاب التوحيد كلمتان خفيفتان عن لسان سهل كل علماء ما أحد يترك التوحيد يا رجل لا الفقهاء والأصولين ولا غيرهم أي نعم يختم بالإقرار تفاؤلا أن الله يختم له بلا إله إلا الله وأن محمد العبد الرسول أو يختم الفقهاء بالعتق وقلنا الختم بالإقرار أو لا لنا العتق يكون يوم القيامة والإقرار يكون ما اليه القبر ثم البعث ثم كذا نعم فتح الله عليك من يلخص لي كتاب الطهارة سبحان الله إخوانا كتاب الطهارة بسم الله أولا الطهارة تنقسم إلى كم قسم إلى قسم إخوانا اسأل من شئ هذا العلم فقهاء علماء رحمهم الله يقول العلم جمع وتفريق سبر وتقسيم هذا العلم أي نعم سبر تستقر النصوص قرأنا في نصوص الكتاب والسنة هذا سبر جمعنا ثم قسمنا طهارة قسم إلى قسم هذا العلم جمع وتفريق يجتمع الشرق مع ركم في كذا يجتمع الواجب مع المستحب في كذا ويفترق كذا ومع كذا هذا هو العلم الذي لا يفرق بين الكوع والبوع هذا ما يعلم يعلم الشيء صح وعظم يلي إبهام كوع وما يلي لخنصره كرسوع ورزق ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فاحفظ واحذر من الغلق ما ترك العلماء لك شيء كل شيء قربوا لك بقي فقط تسير تلعب تترك العلم وكذا لا فالطهارة كان قسم الأقسمين طهارة معنوية أي الطهارة من الشرك والمعاصي والبدع وهذه أهم ما يكون في الطهارة لأننا الآن عندنا إنسان مسجود مقيد بالسلاسل تطهر من النجاسة قال ما استطيع توفق قال ما استطيع استقبل القبلة ما استطيع تطهر من الشرك ها إذا ما يمكن تسقط يسقط عن استقبال القبلة وزانة النجاسة نعم وستر العورة لكن ما يمكن يسقط عنه الإسلام صحيح نعم طهارة معنوية الطهارة المعنوية أي يتطهر من الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي والبدع كما تقدم معنا في تحقيق التوحيد تخليص التوحيد من الشرك أكبر والبدع والمعاصي والطهارة حسية محسوسة اسمع إذا قال لك طهارة حسية أو المحسوس المحسوس هو ما يدرك بالحواس ما يدرك بالحواس الخمس نعم الحسية قلنا إما طهارة حدث أي حدث أكبر أو حدث أصغر حدث أكبر اقتساد حدث أصغر وضوء سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى موجبات الغسل وموجبات الوضوء هذا طهارة حدث أكبر أو أصغر وطهارة خبث ويأتينا الأشياء النجس والنجاسات طهارة الخبث تكون من تطهر ماذا البدن والبقع المكان والثوم نعم على ما سأتي معنا نلابد أن يتطهر إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء بدن وبقع وثوم وإزالة النجاسة هنا هنا إزالة النجاسة تكون إزالة النجاسة سواء في الحدث الأكبر الأسرر أو إزالة النجاسة هنا تكون بماذا بالماء وهو الأصل وبالتراب وهو الفرع بالماء وهو الأصل اغتسال أو وضوء بالتراب وهو الفرع تيمم يقوم مقام على اغتسال ومقام الوضوء والماء ينقسم إلى قسمين فقط طهور ونجس ولا يوجد قسم ثالث هذا عند المؤلف رحمه الله تعالى عند الشيخ الإسلام والشيخ بن عثمير رحمه الله الجميع وقلنا نسير على قول واحد مثل ما قلنا في استقبال القبلة فالبنيان في غير البنيان استقبال واستدبار يحرم وانتهى الأمر قل تع تسير الآن على قول واحد وبعد هذا استى الله سبحانه وتعالى يفتح عليه وعليكم مفهوم طيب طهور ونجس وإزالة النجاسة تقدم معنا في الدروس المهمة أن إزالة النجاسة على ثلاثة أقسام مغلظة مخففة متوسط النجاسة المغلظة تزال هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء يقسل سبع مرات يقسل سبع مرات أولهن بالتراب نجاسة الكلب إذا ولغ يعني أراد الشرب من الإناء وفي الغاب الكلب لا يشرب حتى يدخل لسانه في الماء يقسل طبعا الماء هذا نجس لا قل نجاسة تزيل الماء من الإناء وتقسل سبع مرات أولهن بالتراب هل يصلح أن يضع بدل التراب صابون أو أشياء يعني ديتول ديتول عندكم ديتول ديتول المهم كلا هل يصح أن يستعمل غير التراب في إزالة نجاسة الكلب لا لأنه مخصوص عليه تراب بعد هذا هو يحب أن يضع شيء ما عندنا إشكاء لكن لابد من التراب ثم يتبع التراب الماء سبع مرات أولهن بالتراب هذه في نجاسة الكلب إذا ولق في الإناء الثاني هذه نجاسة مغلضة المخففة يجزئ فيها النضح وهو رش الماء فقط بلا عصر يرش الماء فقط أو يأخذ مثلا طرف ويضع في الماء طرف الثور هذا يسمى نضح رش فقر في ماذا في المذي وهو سائل ليس له لون مثل مثل الماء لزج يخرج عند التفكير أو كلام نجس نجس ناقض الوضوء ناقض الوضوء خارج من السبيله ما لا يصنع يقصر الذكر والخسيتين حتى ينقطع هذا الخارج إذا وقع على الثوب كيف يجال بالرش فقر الثاني بول الصبي بول الذكر الذي لم يأكل الطعام يعني غالب قوت هذا الصغير حليب الأم ذكر دون الفطام قبل سنتين وغالب طعام هذا حليب الأم فإذا بال على ثوبك ماذا تسنع تنضح ترش الماء فقط المذي طاهر لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع على ثوب من وكان رطب نضحه بالماء رش فقط وإذا كان جاف يحط ويزين مفهوم طيب غير المغلظة والمخطفة نجاسة متوسطة كل شيء كل شيء غير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء والمذي والمني وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام بول الجارية متوسطة رش وعصر نعم بول الآدم متوسط طيب هذا باختصار أمور عن الطهار عندنا حدث أكبر حدث أصر حدث أكبر يكون بالاقتسال وذكرنا أن الاقتسال عندنا اقتسال المستحب كامل واغتسال مجزئ نعم الاقتسال المجزئ أن ينوي يسمي يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستيشار مجزئ اقتسال كامل مستحب يقسل الفرجين ثم يقسل اليدين يسمي يتوضع وضوء الصلاة حتى يصل إلى رأسه يرويه بالماء ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يقسل قجلي هذا اقتسال مستحب أو كامل هذا انواع الاقتسال الوضوء تقدم معنا ينوي يسمي يقسل كفين استحبابا وفي نوم الليل وجوبا ثم يتمضمض واستنشق واستنثر يقسل الوجه مع تخليل اللحية وجوبا إذا تخانت خفيفة وإذا كانت كثيفة استحبابا تخليل ثم اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقي اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس يبدأ لمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتي في صماخي أذنين ويمسح في الإبهام ظاهرهما دون أن يأخذ ماء جديد للأذنين ثم يقسل الرجل اليمنى مع الكعبين ويخل الأصابع الرجلين بخنصر استحبابا اليمنى ثم اليسر يتوضأ مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات ومسح الرأس ليس فيه إلا مرة واحدة هذا ما يتعلق بكتاب الطهارة ماذا إجمالا يبقى معنا الماء الماء طهور ونجس الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته مياه الأمطار والبحار والعيون والآبار وغير الماء الباقي على خلقته فإن تغير الماء إن تغير يعني إذن العبرة بالتغير إذا تغير الماء بنجاسة ينتقل من أنه ماء طهور إلى ماء نجس التغير كيف يعرف باللون أو بالريح أو بالطعم ذوق تذوق مرفوم طيب ماء البحار الآن تغير الطعم لكن لم يتغير بنجاسة ماء مثلا عندنا بحيرة فيها أشجار تغيرت لكن لم تتغير فهو ماء لكن العصير هل يصح أن يتوفى بالعصير هذا خرج ما تقول ماء الآن تقول ماذا عصير برتقال هي سهل لكن عندنا يقال ماء البحر ماء العيون ماء الآبار مثلا فهذا ماء لم يخرج عن كون ماء فإذا تغير بنجاسة تغير فالعبرة ماء العبرة التغير هل هناك حد للماء قلتين وكذا تفتح من هذه المسائل الماء القليل يقول الشيخ بن عزيم رحمه الله تعالى تتحرى فيه ما لا تتحرى في الماء الكثير وارتعه لأن حديث القلتين يقول لم يصح فماذا تصنع تتحرى في الماء القليل ما لا تتحرى في الماء الكثير لأن الماء الكثير لو شقطت فيه نقطة من البوت تؤثر فيه نقاط ما تؤثر فيه نعم لكن الماء القليل هو في الغال يتغير نجاشة تغير الماء القليل فأنت تتحرى في الماء القليل ما لا تتحرى في الماء الكثير الأصل في الماء الآن هذا الماء عندي الآن هذا الأخ يقول هذا الماء طهور وهذا الأخ يقول لا نجس الأصل معنا نحن ندى الضوابط الآن الأصل مع هذا لأن هذا الأصل في الماء هذا يدع النجاسة نقول تعالي لابد أن تقيم حجة على هذا النجاس قال نعم تغير اللون لكن تغير بماذا بنجاسة أو تغير الطعم بنجاسة أو تغير الريح بنجاسة مفهوم طيب نعم نمر على المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ذكرنا الطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية والطهارة الحسية تكون بالماء وهو الأصل والماء ينقسم إلى طهور ونجس طيب الأصل يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أصول هذا الأصل هذا الأصل تتمسك به دائما الأصل في المياه طهارة الأصل في الآنية أخذنا الطهارة والحل إباحة أنه مباحة الاستعمال إلا ما استثنى الشرع آنية الذهب والفضل ذكرنا آنية الكفار ثلاث أقسام نعلم طهارة طاهرة نعلم نجسة نجسة لابد أن تغسر نشك ماذا نصنع نتمسك بالأصل وهو الطهارة الملابس الحجارة حجر مثل ما أقادنا في أداب استنجا هذا وجد حجر في الطريق قال هذا نجس نقول لا الأصل في المياه والثياب والحجارة الطهارة أنت على خلاف الأصل لابد أن تأتي في ذليل على هذا نعم طيب شك المسلم يقول الآن لابد أن تعرف أن الشريعة جاءت لقطع الشكوخ شك المسلم في نجاسة ما ماذا يصنع يبني على ماذا على الأصل ما الأصل طهارة الآن أنت شفقت في هذا المكان أنه نجس ماذا تصنع تبني على الأصل طهارة هذا قال لف هذا الثوب الذي تلبس نجس لعله من حيوان نجس شك تقول الأصل طهارة وأنت مخالف الأصل أنت اللي تأتي بالدليل ذهبت للبحر وأخرجت شيء من البحر قال لك حرام شك تقول الأصل طيب أخرجته وهو ميت ماذا تصنع من البحر تأكله نعم نعم الله يشتح عليك توضأت بماء البحر وهذا قال لا ماء البحر نجس لأنه تغير طعمه والطهر ماءه وتغير ليس بنجاسة نحريد التغير كن بماذا بنجاسة أجلس فتح الله عليه طيب تيقن الطهارة وشك في الحجر الله أكبر كبر ثم جاء إلى الشيطان قال متوضئ تعالنا راجع ماذا صنعنا قال والله صلينا الفجر وبعدين هو عندما كبر الآن كبر على ماذا على يقين كان متيقن الطهارة إذن ماذا صنع الآن شك في ماذا في الحجر هو تيقن الطهارة الآن وشك في ماذا شك في الحجر ماذا يصنع أو ذا لا يلتفت للشك لو خرج من الصلافة هو آثم مفهوم أي نعم الآن في دورة المياه رسل الذكر ثم شك في نزول شيء بعد أن استنجأ واستجمر ماذا يصنع لا يلتفت ولا يلتفت للشك أبدا مع أن بعض الناس يقول والله ينزل شيء يقول شيخ الإسلام التيمية أن هذا أثر الاستنجاء بالماء نقطة تخرج بعض الناس يقول تخرج نقطة فقال الشيخ الإسلام أثر الاستنجاء بعضهم قال لا أنا تحريت وضعت كذا من المواد بلاستيكية وكذا وتحللت هذه النقطة بول ما تقول تقول ما قال شيخ الإسلام يعفى عن يسير النجاسات والحمد لله والثاني قال أنا تنزل مني هذه النقطة بعد ربع ساعة من خروج من الحمام لابد أن ألف أدور أو أطوف حول هذا المسجد مرة أو مرتين مدة ربع ساعة ثم أرجع إلى دورة المياه وانتظر قليل تنزل النقطة هذا موسف ولا ضر هذه النقطة ما تضر مفهوم لأن بعض الناس يظن أنه به سلس بول وليس به إلا العافية الحمد لله نعم طيب الآن يذكرناه ذكرنا أيضا آداب قضاء الحاجة من يذكرها لي آداب قضاء الحاجة أخوان إنا لله وإنا إليه راجع نعم 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 بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبايث قبل أن يدخل الحمام وإذا خرج قال غفرانك وإذا كان في الفضاء في الخلاء متى يقول الدعاء قبل أن ينزع الثياب وبعد أن يلبس الثياب يقول غفرانك تمام يقدم الرجل دخولا واليمنى خروجا عكس المسي والمنزي وإذا كان في الصحراء في الفضاء ما يقدم ما يؤخر ولا يضع خط طيب يستتل وجوبا نعم هل يبول قائما بشرطين يختل شرط أصبح البول قائما حر منه عنه أن يأمن من أضشاش ويأمن من انكشاف العورة لا أستقبل القبلة ولا أستثبرها في بنيان وفي غير بنيان وانتهى الأمر ولا يبول في مكان اجتماع الناس في الماء الراكد نعم في الظل تحت الأشجار المثمرة لأن الثمرة تنزل وتترك وهذا يعني شكا حتى في أماكن هذا الأخ هذا انتبع قال أنا أريد أن أبول في هذا المكان لأنه يجتمع أو أو أضع شيء من الغائد في مكان احتفال هؤلاء بعيد راشي السنة يصح لا ما يصح وهذا قال عندنا أهل بدع نعم وأنا اجتمع في هذا المكان لا ما ما يصح طيب أيضا أيضا تحت الأشجار المثمرة أماكن اجتماع الناس أنت تعرفوا عندنا يعني محطة قطار محطة لوقوف انتظار أحيانا حتى لا يكون فيها مظلة فهذا يحرم لأنه فيه إذاق نعم وقلنا يتحر مكان رخب لبولة حتى يقطع الوسواس وحتى لا يرتد عليه الرشاة إن لم يجد مكان رخب وجد الأماكن كلها صلبة اسفلت مثلا يدنو من الأرض وغيره يستتر وجوبا في الحمامات لا أشكى أما إذا كان في الفضاء يستتر بالشيء شجرة أو حائل وإن لم يجد يبعد ينقطع عن ذكر الله ولا يتكلم بكلام الناس إلا للحاجر ولا يدخل بشيء في ذكر الله ولا يدخل بالقرآن بالمصحف إلا عند الضرورة خاف على الضياع أو خاف أنه يأخذه كافر وأسمع به وأسمعه مفهوم وغيره يستنجي أو يستجمع أو يجمع بينهما لا من باب التعبد لكن من باب تخفيف أثر النجاسة بالمناديل المثلا الاستنجاة استعمال الماء والاستجمع استعمال الحجارة أو المناديل أو الأخشار أو الأوراق وعندنا الاستجمع شروط أن يكون بمباح خرج بهذا ما لو كان بمحرم صح بمباح وهذا المباح ينظف لأن عندنا أشياء ما تنظف أسرع وعندنا أشياء محترمة مصحف جرائد أي جرائد لأن فيها لا أبد اسم الله عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيزي حتى ما يأكل على الجرائد نعم ثلاث أقل ما يشجئ ثلاث أحجار أو ما عليش حتى أوضح هو يأخذ ثلاث مناديل لإزالة الغائط مثلا أو البور يستعمل منديل الأول يربيه ثم المنديل الثاني ثم المنديل الثالث إن بعض يستخدم نفس المنديل ثلاث مرات لا هو مثل ما يستخدم ثلاثة أحجار يستخدم ثلاث مناديل كيف يعرف النقاء الأول الثاني الثالث إذا رجع الثالث ليس فيه شيء فمعناه أنه حصل النقاء إن لم يحصل النقاء ماذا يصنع يأخذ الرابع إن قطع يستحب له أن يزيد الخامس حتى يقطع على وتف مفهوم نعم كان المنديل مثلا طويل استعمل من هذا الطرف ثم من هذا الطرف أو قلنا الحجر كبير له ثلاث شعب يصح مفهوم أي نعم بهذه اليسر نعم طيب فتح الله عليه هل الآن مثلا في استعمال الماء استنجا كيف يعرف النقاء بان يغنب على ظنه حصول النقاء مفهوم يستعمل الماء نعم قلنا لا هو أن يقتصر على الماء أو على الحجار وإن جمع فهو أولى من باب البعد عن يعني لمس النجاسة بيده اليسرى ويخفف من أثر النجاسة بالمناديل أولا ثم يستعمل الماء يقتصد ولا يشرف في استعمال الماء هل لابد من عدد في الغسلات هنا غسلتين أو ثلاثة أو سبع غسلات أو ست غسلات لا لأنه لا يوجد اشتراط عدد في إزالة النجاسات إلا في نجاسة الكلب ذا ولغا في الإناء عندنا إشكال بالنسبة للكلاب حضار البعض يقول والله لا أدري عن سحة هذا الكلام يقول لو استطاع الكلب أن يتكلم في بعض الدول لقال سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين كلاب كانت في القديم تحوص البشر الآن البشر يحوص الكلاب نهى عن ثمن الكلب اليوم الكلب يرث تموت الأسطفال جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب الكلام الكلام أكرمكم الله عندنا كلم يستخدم في الحراسة في الصيد في الرعي لأن يحرص الأغناء اقتناء هذا الكلب جائز غير هذا محرم مفهوم طيب الآن ننظر إلى هذا الأخ هذا الأخ لديه أغناء ووضع حالش على هذه الأغناء كلم فالآن مرخص له في اقتناء الكلب صحيح أم لا أي نعم إذا ولق الكلب في إناء هذا ماذا يصنع فيه يقسله سبع مرات ولأنه بالثرب ما في شك في هذا لكن عرق الكلب مثلا بالنسبة لهذا الأخ لأنه أذن له في استعماله فهذا غير نجح أما هذا زار هذا الأخ وجاءه شيء من لعاء من عرق الكلب أحيانا ترى وانت ماشي يمر يمسح بك الكلب اشتصناك في الطريق وانت ماشي صحيح فتنظر إذا كان يعني لسق بك شيء من شعر الكلب تزيله وإلا يعني الأصل لم يأتيك شيء ولا إشكال فيها طيب بقاء الكلب في البيوت يمنع من دخول الملائكة فأنت ماذا تصنع يعني تحذر تنبه بعض الناس وكذا على يعني هذه الأمور يعني إحنا أردنا أن نتكلم بشيء يعني لأن يكفر يعني فيه السؤال طيب ما هي الأشياء النجسة من يعرف يخونا من يعرف ما هي الأشياء النجسة نجسات ما هي النجسات واحد قال أريد أن تلخص للنجسات بسم الله بول الآدمي وعذرته يعني البول الغائد بالنسبة لمن للآدم من الآدم يشاء طيب هذا واحد بول وروث ما لا يؤكى اللحم بول وروث ما لا يؤكى اللحم السباع صحي كلاب خنزير نعم الغراب صحيح طيب 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 كذلك الميتات كلها نجسة صح إلا ميتة البحر وميتة الجراد صحيح نعم وما لا نفس له سائلة انتهينا من النجسات الحمد لله ما معنى ما لا نفس له سائلة يعني 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 إذا ذبح أو قتل لا نفس له سائلة يعني لا يخرج منه دم يسير الآن عندما تذبح أشياء يخرج منها دم يسير هذا لها نفس سائلة صح نعم الأغناء ما الدليل الدليل حديث البعوضة لأن البعوضة ليس له نفس تسير نعم فما لا نفس له سائلة نجس لا سقط الذبابة الآن هنا عندي في هذا الإناء فما لا أصنع أغمسها كذا والماء طهور أشرب منه ولا أشكر صح إذن مرة أخرى نعيد من يعيد ليه الأشياء النجس حتى نعرفها النجسات نعم يا أخي بول الآدم وعذرته يعني البول والغاعد تمام بول وروث كل بول وروث ما لا يؤكى اللحمه وسوف يأتي معنا في الأطعمة ما الذي لا يؤكى اللحمه السبع مثلا طيب نعم ما ذكرت أنا الدم يا رجل ما لا نفس له سائلة كالبعوض والذباب صحيح طيب والحشرات والميتات كلها نجسة إلا ميتت أول مرة تحضروا معي ما حدا تتكلم أخواننا هذا تتكلم عندكم نعم ميتة البحر والجراد نسينا والآدمي المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت صح يعني الآن عندنا ميت هنا ومسست هذا الميت تنجس لا نعم يجلس طيب أبوال وأرواث الحيوانات الحيوانات المأكولة مأكولة اللحم نجسة طاهر تشرب بول الإبل يصح يصح دواء في حديث العرنيين نعم طيب ذكرنا سفة الوضوء يبقى معنا المسحة الثفين عنده سؤال المسحة الثفين يذكر في كتب العقائد عجب هذا كيف نعم لأن هذا شعار لأهل السنة والجماعة خالفوا فيه الرافضة نعم في الرافضة لا أرون المسحة الخفين ثبت المسحة للخفين بما هذا أدلة المسحة للخفين كتاب سنة وإجماع الأمة ثبت المسحة بالخفين بالكتاب والسنة وإجماع الأمة هؤلاء خالفوا الكتاب والسنة والإجماع نعم فتح الله المسح على الخفين أو ما يلبس عن قدمين خفين جوربين أكرمكم الله هذا البوت والجزمة وكذا طيب أدداس طيب المسح على الجبيرة والمسح على العمام انتبه معي عندنا هذه أشياء نأخذها الآن هنا مسح على الخفين ما يغطى به القدم سواء كان جوارب أو أكرمكم الله هذه الجزمة مثلا أو البوت والخفين وكذا والمسح على الجبيرة وهذا من باب الفعل تسمى جبيرة وهي في الحقيقة كثيرة من باب الفعل والمسح على العمام مفهوم؟ طيب يأتينا هل هذه عمامة أم لا؟ المسح على الخفين له شروط الشرط الأول أن تكون طاهرة والأصل الطهار أن تكون طاهرة وأن يمسح في المدة ولا يزيد عن المدة يوم وليلة للمقيم 24 ساعة وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 72 ساعة تكون طاهرة وأن يمسح يكون في المدة وأن يكون المسح في الحدث الأصغر ولا يوجد مسح في الحدث الأكبر وأن تكون ساترة لغالب القدم الآن عندنا جوارب تستر الرجل دون الكعبي قصيرة يعني بعض الشباب يلبس هل يصح المسح عليها؟ نعم لأن ساترة لغالب القدم خفيفة يصح المسح عليها ولا إشفاء مخرقة يصح المسح عليها تجد بعض الشباب يعني الجورب فيه يعني قطع يظهر شيء من أصابع مثلا لا يضب لأن ساتر لغالب القدم مفهوم طاهرة وفي المدة وساترة لغالب القدم أن ينزعها في الحدث الأكبر ويكون المسح في الحدث الأصغر طيب هذا ما يتعلق أن يلبسهم على طهار فتح الله عليك شرط الخامس ما معنى أن يلبسهم على الطهارة يعني عندما لبس الجوربين كان متوضع يعني سبق هذا المسح هذا اللبس غسل الرجلين بالماء هذه شرط خمسة طيب بعد هذا المسح على الجبيرة المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر والأصغر كسر قدر الله عليه كسر وجاء إلى الطبيب وضع الجبيرة وهو محدث حدث أكبر وأصغر لا إشكار إذن الفرق بين المسح على الخفين والمسح الجبيرة أن المسح الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر والمسح الخفين في الأصغر المسح الجبيرة له مدة والمسح الخفين قلنا يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بليلية المسافة المسح الجبيرة مدة مدة الضرورة لو قال له الطبيب اذهب وانسع الجبيرة ذهب توضى ومسح عليها وضوء باطل وأن لا تتجاوز مقدار الحاجة قال له الطبيب تضع الجبيرة مقدار عشرين سنتمتر ذهب ووضع له الجبيرة خمسة عشرين سنتمتر فهذا الزائد ما يسح المسح عليه اللي تتجاوز مقدار الضرورة طيب أما المسح على العمامة يذكر الشيخ بن عثيمير رحمه الله تعالى أن المسح على العمامة يكون عن العمامة التي كانت معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم محنكة وغير محنكة المحنكة التي يعني يكون منها طرف يأتي يعني ويوضع يعني هاتهذا حول العنو يقول الشيخ بن عثيمير رحمه الله تعالى فالعمامة التي كانت معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي تلوم سح عليه أما هذه ليست بعمامة خلاص طاقية لا ما يمسح عليها طيب أخذنا ما يتعلق ب نواقض الوضوء من يذكر لي نواقض الوضوء الأفوان أخذنا في الدروس المهنم سبحان الله نعم الخارج من السبيلين مطلقة بول وغائط وريح ومني ومذي ووذي وريح وديدان وحصا نعم ودم الخارج الفاحس يقولنا أن الشيخ بن عثيمير رحمه الله تعالى يرى أنه هذا غير نافر إلا إذا كان من جنس البول والغائط نعم مس الفرج ويرجح الشيخ بن عثيمير رحمه الله تعالى أنه مس الفرج لا ينقض الوضوء لكن يستحب له الوضوء كما ذكر هذا عن الشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله تعالى أكل لحم الجزور زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر النوم غير ناقض الوضوء لكن هو مظلنا لخروجه فإذا كان يشعر بنفسه هذا الأخ الآن نعس هنا هل يقوم يترضى؟ ننظر تشعر؟ قال أشعر وأسمع كل شيء مثل ما الأخ نام أول الدرس وسألنا أجاب فهذا لم انتقضوا ذوه لكن ها قال والله لم أشعر بشيء فهذا انتقضوا ذوه مفهوم؟ وارد لنا مطلعا لكل الأعمى فتح الله عليك نعم موجبات الغسل متى يجب الغسل؟ أنا يعرف أخواني نعم خروج المن دفقا بلدة يخرج عن شهوة ودفقا يخرج يعني بشدة ويحصل في الغالب فتور للبدل نعم خرج بهذا ما لو خرج بغير لدة ولم يخرج دفقا نزل منه مني مثلا توضى اقتسل نزل منه المني دفقا بلدة اقتسل وبعد الاقتسال نزل شيء من المني من ذكري ماذا يصنع يتوضى لأن خارج من السبيلين الآن أصبح خارج من السبيلين موجب للوضوض هل هو موجب الاقتسال؟ هنا لا لأنه لم يخرج دفقا بلدة مريض ويخرج منه المني بدون لدة ولم يخرج دفقا فهذا عليه ماذا؟ الوضوء فتح الله عليك هذا الأول التقال ختانين الحائض والنفسائل لا طهر نعم إسلام الكافر والموت يا أخي الموت نعم فإذا ما تنسى نغسل سبحان الله عدم جديد الآن خروج المني دفقا بلدة التقال خروج المنزل التقال خروج المنزل والموت ما أحد أكلم أخوه إسلام الكافر والطهارة من الحيض والنفاس والموت غير الشهيد ها؟ نعم سأل الله يكتب لي ولكم الشهادة نعم شهادة الحق ليس أنزل نعم طيب سفة الاقتصال لكارنا اقتصال مجزي واقتصال مستحر صفة التيمون أخواننا من يعلم صفة التيمون إنا لله وإنا لله وإنا لله ورشا والبقية بسم الله أن ينوي بقلبه دون أن تلفظ بلسانه يسمي يضرب ضربة واحدة بباطن الكفين على الأرض سواء كانت هذه الأرض من تراب أو من طين أو من حصى أو من صخر أو من رمل على الأرض ضربة واحدة بباطن الكفين ثم يضرب إحدى كفين بالأخرى أو ينفق فيهما إن كان علق بهما شيء من التراب ثم يمسح الوجه دون تخليل للحية ثم يمسح بباطن كفه اليسر على ظاهر كفه اليمنى فقط ثم بظاهر كفه ثم بباطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسر على ظاهر الكف فقط مفهوم مرة أخرى ينوي يسمي ضربة واحدة بباطن الكفين دون التخليل للأصابع ويمسح الوجه ثم ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى والحمد لله طيب يحرم على من كان محدث حدث أصغر يحرم عليه ماذا الآن إذا كنت محدث حدث أصغر يحرم عليك ماذا نعم مس المصحف الصلاة والطواف تمام ثلاثة أشياء تعيدها أذكر الصلاة والطواف مس المصحف له أن يقرأ القرآن يأخذ يا أخوانا لا حدثك له أن يقرأ القرآن له أن يقرأ القرآن سؤال واضح نعم طيب يذكر الله واحدة واحدة يسعى بين الصفة المروى يبقى في المسجد نعم ثلاثة أشياء فقر الأغرض الثاني استحبابا أنا لا أسألك عنه إذن يحرم على من أحدث حدث أصغر ثلاثة أشياء فقط غير هذا تقول ما يحرم عليه ما يحرم عليه يستحب أمر تاني الصلاة ومس المصحف والطواف طيب يزيد هذه الأمور الثلاثة ونزيد عليها أمور في من حدثوا حدث أكبر آسف الشر نعم يحرم على من أحدث حدث أكبر كل ما ذكرنا يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن أما الذكر يذكر يا رجل تق الله آمين نعم قراءة القرآن يحرم على من أحدث حدث أكبر قراءة القرآن والبقاء في المسجد وإذا أراد أن يبقى في المسجد يتوضى إلا أن يتوضى نعم وتزيد الحائل وأنه فسع ماذا فتح الله عليك لا توطأ ولا تطلق صحيح يلا تعيد من جديد ولا تصوم نعم الحائل أنه لا تطلق ولا توطأ ولا تصوم 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 الوقت لا توطأ نعم يلا لا تجامع نعم من جديد الحدث الأصغر مس المصحف والصلاة والطوام حدث الأكبر دخول المسجد إلا إذا توضى وقراءة القرآن فقط بعد أحيظ النفس لا توطأ المرأة تميز وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة هذه مميزة نقول تميزي بين دم الحيض ودم الاستحاضة تقول نعم أميز أفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة نقول هل لك عادة معلومة لا احنا أول شيء نسألها هل هي معتادة معتادة إذن هي معتادة قالت لا ليس لي عادة معلومة أحيانا يأتي الدم في أول الشهر وأحيانا في آخر الشهر فماذا نصنع نقول طيب هي الآن معتادة لا هي الآن مميزة نقول عندما تميز الدم أنه دم حيض فأنت حيض وعندما تميز الدم أنه دم غير دم الحيض فأنت مستحاضة تصلي ولا إشكال طبعا يأتينا كيف تصنع هذا أمر آخر انتهينا الآن جاءتنا الثالثة لك عادة معلومة قالت لا تميز قالت لا والله ما أميز فهذه متحيرة هي احتارت لنفسها وحيرتنا معها فماذا تصنع تصنع تسأل أختها وأمها وخالتها تسألهم عن الأيام كم يوم تحيض الأم والأخت والخال يقولوا خمسة أيام إذن هي تحسب خمسة أيام من أول كل شهر هجري هذه تترك فيها الذي ذكرنا صعيح نعم وبقية الأيام حتى وإن نزل الدم تصل مفهوم نعم والحمد لله رب العالمين انتهى باب الحياة هناك رسالة صغيرة مختصرة للنساء وللمتزوجين فقط ألف الشيخ بن عثيمة رحمه الله تعالى في الدماء دماء الطبيعية نعم يبقى معنا في هذا الباب في كتاب الطهارة السواق مستحب مرضات للرب متى يتأكد السواق في كل وقت ويتأكد استحب في كل وقت ويتأكد عند الانتباه من النوم عند الصلاة قراءة القرآن تغير راحت الفم عند دخول المنزل عند الموت صحيح نعم نبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في السواق ومن فضاء الأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن مات في بيتها في يومها وآخر وفي حجرها وكان السواق من ريقها رضوان الله عليه وارضاه ذلك فضل الله يأتي من شيء هذا ما يتعلق بالسواق يتسوق يستاك بعود ينقي لا يضب لأن هناك بعض الأعواد عندنا أشياء تضب أو تتفتت إذا كان يتفتتها بعود لا ينفع إن لم يجد شيء يقول يأخذ فرقة ويستاكبها أو بإسبعه إذا كان هذا الإسبع في خشون طيب إخوانا مسائل لابد أن نتعلمها وأن نعلمها الناس طالب العلم أسأل عن هذه الأمور لا إشكال حلقة العانة حلقة العانة ذكرنا فيه علامات البلوغ إن بات الشعر الخشل حول القبل سواء كان ذكر أو مرأة هذا الشعر الخشل الذي ينضي حول القبل سواء الذي ذكر أو أنثى يجب أن يحلق بالموس بمكينة الحلاقة متى الحد عندنا أربعين يوم فلا يتجاوز هذه الأربعين لكن تنظر أنه في بعض الناس يطول هذا الشعر مدة أسبوع يحلق وبعض أسبوعين المهم أكثر مدة لا يحلق فيها العانة أربعين يوم لكن بعض الناس يحتاج لأن يحلق في كل أسبوع حلقة العانة مفهوم؟ نعم ونتفى الإبت كذلك هذه المدة لا يطلق أكثر من أربعين وأحيانا قلنا بعض الناس قد يحتاج لهذا في أسبوع مثلا حلقة العانة ونتفى الإبط نعم وأيضا لدينا قص الشوارب إعفاء اللحاء إعفاء اللحاء حكم إعفاء اللحاء واجب يا أخواننا ما ضرة الحلق الحلق كبيرة من كبار الذنوب مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مشابه للنساء مشابه للمشركين تغيير لخلق الله نعم هذا الحلق هذا الحلق يعني الموس تقريم الأظافر أنه لا يترك أكثر من الأربعين لكن بعض الناس يحتاج إلى أن يقص في كل أسبوع هل يخصص يوم الجمعة للنتف وحلق العانة وقص الأوافر إذا وافق أن يقص في هذا اليوم لا إشكال لكن يتقص أن يصنع هذا في كل جمعة لا مفهوم نعم نختم بأبيات عندنا يعني قالها بعض من يعني يقول شعب نبطي خرج إلى قومه ووجد بعض هؤلاء يخلق اللحاء فأنشت هذه الأبيات يقول يا ربعنا يلي حلقتم لحاكم يا ربعنا يعني يا قوما يلي حلقتم لحاكم وش قومكم ترمونها في القمام يعني قوام الرجل اللحية لماذا ترمى مع الأوساخ ذي سنة ما سنها مصطفاكم ذروة قريش يلي رفيع المقام عليه الصلاة والسلام عفوا لعل الله يغفر خطاكم وتذكروا يوم اللقاء والنجام ذي نسيحة قلتها أو قلتها إن كان ربي هداكم قلتها يا ربع ومع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة